إذا ظروف المالية صعبة ما أصلي لسه يعمل تأمين لك يا دوب الراتب عم يكفي احتياجاتي الأساسية يا زلمي إيه والله يا أبي جريش صعب لنفرض صار معك مشكلة بالشغل وصاحب الشغل فصلك بدون صعب خنزار وراتبك متما أنت ذكرت يا دوب عم يكفي أمورك الأساسية كيف بدك تفتح قضية وتوكل محامي وتحصل حقك وما معك مصاري رح تتنازل عن حقك وتمشي إيه أنا زلم بحث القضية ما بدفع أبي جريش هذا لما تربح القضية بس على بما تفتح القضية وتمشي فيها وتربح القضية كيف بدك تدفع أتعاب المحامي شي لك من الشغل لنفرض لا سمح الله صار في عندك حريقة بالبيت وراحت كل غراضك واحترق البيت لصاحب البيت كيف بدك تشتري غراض جديدة بدل الغراض تبعيتك اللي احترقيت كيف بدك تصلح لصاحب البيت بسبب الحريقي اللي صار بالبيت إذا أنت أساسا وضعك المادي ما بيسمح لهيك إذا كان وضعك المادي فعلا ما بيتحمل أي مصائب غير محسوبة فلازم أن تعمل تأمين أرجوك إذا أنت لك هلأ معامل تأمينات وما صار معك مشاكل فأمورك بخير لكن هذا الشيء ليس معناها أنك إذا استمرت بدون تأمين فرح أتضل بدون مشاكل تحكيني لحتى أرى لك شو التأمينات اللي لازم أن تكون موجودة بحياتك حسب وضعك الاجتماعي والمادي ولهيك من الأولى بجريل عزيزي أنا مجال عملي ومحتوي قناتي عبارة عن توعي بالكامل وإذا لقيت حدا بيحبك أدي وبيضهم أصلحتك حكي خلص والله بس يتحسن وضعي المادي اللي أعمل عندي قبل جريش عزيزي